مرحبا، أنا مريم خير الله. لحنشوف سوا كيف نحصل على ماكيال صباحي ومشرك بذات الوقت. من أساسيات الميك أب هو كيف نحضر البشرة. فكتير مهم أنه استخدم مرتب يكون ليق بنوع بشرتنا. فلحستخدم كومبليت كومفورت كريم. الحلو بهذا الكريم أنه بتمتع بتركيبة غنية، بتخلي الوجه مرتب كل الوقت، كمان بحضر البشرة لأنه تستقبل الميك أب. كتير مهم من أساسيات لحضر البشرة هو أن نحط البريبان برايم. وبالذات البرش اللي استخدمت قبل، ونبلش بوسط الوجه، اللي هو على منطقة T-Zone. تركيبته خفيفة، وبتساعد على أنه كريم الأساس يدين لفترة أطول. أما هلأ بننتقل لمرحلة الكريم الأساس، فراح استخدم Studio Waterweight Foundation، يلي هو بتمتع بتركيبة خفيفة على الوجه. متل ما مشوف بهذا البرش، إنه بتعطيني التحكم أنا كيف بدي أعمل الكريم الأساس، وكيف بتغطية تبعيده، بقدر طال كل المناطق الدقيقة يلي بدي أغطي فيها. بنبلش من نص الوجه، شو باقي على البرش، بنوزع على كامل الوجه. متل ما منشوف إنه صار في عنا تغطية خفيفة على الوجه. أما هلأ لحستخدم Mineralize Concealer، لحستخدم برش صغيرة، سأهم شي بس نحط الكونسيلر، نحط بطريقة خفيفة، ودايماً نعمل دمش. بزم نلاقي فيه شوية شوائب منغطية بهذا الحركة. فهلأ من بعد ما خلصنا الأساسيات الميك أب، لحاخد الستروب كريم، يلي هو الكريم المفضل عندي، تنعطي رونك وحيوية للوجه. هون متطلع حسب كيف شكل الوجه، ونشوف شو هي المناطق اللي نحنا بننبرزها بوجنا، على الخد، أو على الأنف من هون، أو حتى كمان الشفاف. من بعد هاد المرحلة، بدنا نعطي أكتر إشراك للوجه، فرح استخدم Mineralize Skin Finish بلون اللي هو Soft and Gentle، برش، تكون خفيفة، بنشيل أي شيء زيادة، ومحل ما حطيت الستروب كريم، بياخد زادة البرودكت، وبحطه على أعلى الخد، وعلى أعلى الشفاف، مثل ما بنشوف أنه برزت المناطق الجميلة اللي بكل وجه، أما هلأ لنطفي لون للبشرة، بحستخدم البلاش، وعلى تفاحة الخد، بنحط اللون، وبنضي نجو مع الإضاءة اللي نحنا حطيناها قبل. من بعد ما نخلص، نصبت الميكب اللي عملناه، فهلح أخد Loose Powder، بتركيز المهم هو منطقة T-Zone. هايدي اللوز بودر رائعة، بتساعد على أنه تثبت الميكب، بس بذات الوقت تعطيني ملمس ناعم على الوجه، وهيك بتكون جهزة بشرتنا كرمان نكمل الميكب. بتير مهم إنه نحنا بس ما نعمل ماكياج طبعنا الصباحي، كيف نحنا حنثبت هيدا الميكب، وبذات الوقت يكون طبيعي. فهلح أستخدم Pro Longwear Paint Pot، اللي حلو بهال Pro Longwear Paint Pot، إنه ممكن يستخدم لحاله، وممكن يستخدم كبايز قبل العيشارو. بما أنه هو كريمي، لازم نكون شوي سريعين بس ما نعمل منه الدمج. البرش اللي استخدمتها قبل لحط فيها ال Pro Longwear، واشتغل هلأ من أسفل العين. على خط نمو ورموش، بنشوف إنه تحددت عينها بس بطريقة كتير طبيعية. هلأ بيجي دور إنه نحنا نصبت ال Pro Longwear اللي حطيناه. لاح أستخدم البالت اللي هي Burgundy x9، زيت البرش اللي استخدمناها قبل، بناخد اللون البن الفاتح، ومنحطه محل ما حطينا ال Paint Pot قبل. هيك مساعد إنه ميك أب العين يضاين لفترة أطول. بلش يبين علينا شكل العين. أما الخطوة التالية، لح نبلش نحدد العيون، فلح أخد Modern Twist Kajal بلون البنة، اسمه Long Espresso. والحلو بهيدا الألام إنه يضاين لفترة كتير طويلة. علم خط نمو ورموش من تحت العين، مثل كأنه عم نعمل آيلينر بس مش مبين. هادي التقانية بتساعد على إنه رموش يبينه أكتر كثيفين. ما ننسى نحدد زاوية العين، وبما إنه عم استعمل اللون البنة، ما بيعطيني نظرة كتير قوية، فبيعطيني نظرة أكتر طبيعية خاصة لمكياج النهار. نرجع عم ناخد اللاش كورلر، وبنكبس لرموش، هيك بتبين شكل العين أكتر، وحتى رموش كمان بيبينه أطول. أما هلا هستخدم الهوتن نوتي ماسكارا بلون البنة، لحستخدم الجهة يلي بتاعتيني مظهر طبيعي للمكياج طبعنا. الماسكارة البنية كتير بتناسب المكياج النهاري، فهلا هستخدم الجهة التانية يلي بتاعتيني مظهر أقوى وكثافة أكتر لرموش، فهلا هلأ أخد البراش وحطها على العين، وبهيدا الطريقة نحط المسكارة، بس بزيت الوقت إنه البراش عم بتساعدني عما ينشيل اللون الآيش اللي إحنا حتيني قبل. فهلا صار عنا المكياج العين مكتمل، لحأخد البرو سات يلي بيجي بلون شفاف، يلي بيساعدني على إنه يضبط شكل لحواجب كلمسة نهائية، لحأخد الفلفتز لبنسل بلون بيتش طبيعي، وهيك بيكون اكتمل الميك أب، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالتقانيات اللي شفنيها سوا، إذا بتحبوا تشوفوا فيديو أكتر ممكن تروحوا على على الماكوزماتيكس مدل إيزت يوتيوب.